اليوم بكلمكم عن الحديد الزخر او زي ما بيسموه كاستا ايرون طيب ايه الحديد الزهر وممكن يكون من جريل او حلل او مقلاء يعني بيصنع منه حاجات كتيرة وفعلا فعلا الاكل بيطلع فيه رهيب يعني في المطاعم بيستخدموه في الجريل في البورجر في الاستيك بنستخدموه في حاجات كتيرة كتيرة جدا ممكن نعمل فيه رز كمان الاكل ليه طعم تاني كفاية انه هو صحي وبيطلع لذيذ جدا جدا فانا هقولكم اليوم ايه هي مميزاته وايه عيوبه ان شاء الله تابعوا معي الفيديو من اوله الاخر علشان تستفيدو وهوريكم ازاي كمان ننظفها لان هي عندي من فترة وطبعا لو سبتوها فترة بتصدي فانا هقولكم ازاي في الفيديو ده ازاي نتعامل معاها وننظفها وترجع جديدة زي الاول يلا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بنا نبدأ انا عندي الجريل دي قديلها فترة ما استخدمتهاش هي مشكلة الحديد الظهر ده ان هو ممكن يصدي شايفين الصدا اللي عليها طبعا سيباها فترة كبيرة هقولكم ازاي ننظف الصدا ده وهنتكلم ان شاء الله عن مميزاتها وعيوبها واحنا بنبدأ ننظفها مع بعض يلا بنا ننظفها نشوف تنظيفها ازاي وازاي هنعيدها تاني زي ما تكونوا لسه شارينها جديدة باخدها على الحود بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده واحط عليها مية سخنة وباستخدم سلكة الموعين العادية اللي احنا بننظف بيها اي سلكة المهم ان انا احوش الصدا اللي فيها والمية لازم تكون سخنة ما تنظفوهاش بمية بردة ليه علشان الصدا اللي فيها طبعا انا ركنها قديلها فترة فعلشان كده صدت معايا فبنظف بالشكل ده عن مميزاتها الاول بعدين نتكلم عن عيوبها مميزات الحديد الظهري ايه انه هو ممكن تدخلوه الفورن ممكن تستخدموه على البوتاجاز سواء كان غاز او كهرباء او سيراميك يعني بيستحمل درجة الحرارة كمان من مميزاته ان الاكل فيه بيطلع طعمه رهيب بجد طعمه حلو جدا عشان كده المطاعم كمان بتستخدمه كتير طبعا دي من مميزاتها ومميزاتها كمان بيعيش معاكم لسنوات طويلة جدا لانه بيستحمل درجة الحرارة العالية كمان الاكل فيه صحي ومفيد لانه طبعا هو متكون من حديد واحنا جسمنا فيه حديد طيب هقولكو عيوبه بس بعد ما اقولكم كمان انا حطيت ايه بعد ما حشت الصدا كويس جدا من قدام ومن ورا الجريل بروح سائل الاطباق اللي انا باستخدمه واروح اخسلها كويس جدا بالسائل ده انا اضافها كويس جدا مش عايزة الصدا ده اللي فيها طيب ايه من عيوبه حديد الظاهر انه هو يعني تقيل شوية في الاستخدام وكمان سعره غالي شوية هو ده من عيوبه وزي ما قلت لكم من عيوبه كمان اني لازم تخسلوه بالطريقة دي وتجففوه كويس جدا فانا بقى هوريكم الطريقة انا بعد ما غسلته كويس جدا بالسلك وبسائل الغسيل بقى نظفه عادي بشتفه بقى بمية عادية خالص ويلا بينا نشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعديها الخطوة اللي بعديها لازم بقى انشف الجريل كويس جدا انشفه بقى كويس بمناديل بفطة مطبخ اي حاجة عندكم والمهم انه هو يتجفف تماما يكون جف خالص عايزة ما فيهوش ولا نقطة مية طيب وهستخدم ايه بعد كده بعد ما جففته خالص وعرفت ان هو ناشف هستخدم معاه اي زيت عندي طبعا بيفضل يعني ان انتو تستخدموا زيت الكنولة هو اللي بيقدر لانه بيتحمل درجة الحرارة العالية طيب لو ما عندي الزيت الكنولة ممكن استخدم اي زيت نباتي انا موجودة عندي بس طبعا مش هقدر ان انا حط زيت زيتون زيت زيتون احنا عارفينه مش هيقدر يتحمل الحرارة الكبيرة فانا بحط اي زيت نباتي عندي او زي ما قلتلكم زيت الكنولة هكتبلكم برضو في اخر الفيديو ايه الزيوت اللي انتو ممكن تستخدموها شايفين المناديل طلعتلي قد ايه فبتهنوا بقى ايه دلوقتي بتهنوا بالزيت اللي قلتلكم عليه نتهنها بقى من جوة ومن بره كمان علشان مكان الصدى بتهنها بالزيت بحط شوية كتير شوية علشان كل الجريل تتغلفلي بالزيت بالشكل ده كده وبعدين اكون فتح الفرن على درجة حرارة مثلا 180 او 200 يعني درجة حرارة عالية خلوه على 180 وبتروحوا حطين فيه الجريل بالشكل ده كده علشان انا عايزة درجة الحرارة ايه يعني تتفعل معاه علشان انضفها بطريقة صحيحة بسيبها قد ايه بسيبها ساعة بالزبط في الفرن لازم تعود ساعة في الفرن علشان بعد كده تكون جاهزة ان انا استخدمها بعد ما خرقتها من الفرن بالشكل ده وسبتها تبرد خالص بروح عاملة ايه بروح حطة من نفسي نوع الزيت اللي انا حطيت منه واتهنها من جوة بس مشاتهنها خلاص تاني من بره شايفين بالشكل ده كده المنديل طلع معايا ما فيهوش اي شيء يعني كده ان هي خلاص كده نظيفة وجاهزة على الاستعمال بس تعملها عادي خالص وهتشوفوا دلوقتي انا استخدمتها ان انا عملت عليها بورجر بالشكل ده كده طيب بعد البورجر ازاي بقى بنظفها بروح حطها يستحسن ان انا اضف لها مية طبعا سخنة واروح حيشة بقى منها بفرشة زي كده او اي فرشة انتو بتستخدموها انا عايزة بس اتخلص من البقايا اللي فيها نخافوش لو طلعت اي شيء من الحديد ده لان احنا اجسامنا من نفس النوع فيها من نفس الحديد يعني مش زي التفال او السيراميك نخاف لو طلع منه المادة دي فعشان كده بنظفها بس بالفرشة لو هي كانت فيها بوائي اي اكل تاني ممكن تحطوا عليها رشة ملح وتسيبوها شوية وبعد كده تنظفوها بالفرشة بالشكل ده وبكده هتكون ايه نظيفة معايا استخدمها بقى للمرة الجاية مش هضيف عليها لاي سائل صبون باستخدموه لاي شيء بجففها كويس ولازم لازم التكفيف كويس واتهنها بحتة زيت برضو واسيبها بقى للاستخدام المرة التانية لو انا استخدمها بعد اسبوع بعد شهر مش هيحصل لها اي حاجة طيب لو انتو لسه شارينها جديدة ازاي تستخدموها اول استخدام ليه اول شيء هاخسلها بمية سخنة لازم تكون سخنة من بره ومن جوه وبعدين اجففها كويس جدا هنعمل زي ما انا عملت بالظبط في الجريل بتاعتي المصدية هاعمل لها ايه هاتهنها اول شيء بالزيت من جوه ومن كل الاتجاهات وادخلها الفرن لمدة ساعة واسيبها تبرد واتهنها كمان مرة تانية بالزيت من جوه ومن بره واحطها كمان في الفرن تاني مرة كمان لحد تلات مرات يعني هكرر العملية دي تلات مرات واسيبها في الفرن ساعة كل ما تبرد اتهنها بالزيت وادخلها الفرن تاني لمدة ساعة واسيبها تبرد خالص وكده هتكون جاهزة عندي للاستعمال هتوعد معاكم سنين طويلة جدا جدا وبكده اكون وردكم الجريل بتاعتي القديمة ازاي رجعتها جديدة زي الاول واحسن كمان وكمان وردكم ازاي نستخدم الاواني دي لأول مرة ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو وعجبكم اذا عجبكم بقى الفيديو استفدتم منه اعملولي لايك اشتركوا في القناة كمان للناس اللي مش مشتركة عندي فعلوا الجرس علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة